لن هيثم ابو خليل القيادي بتنظيم الاخوان الارهابي الهارب في تركيا اغلاق قناة مصر الان الناطقة باسم التنظيم اعتبارا من يوم الاثنين المقبل منصة لتحريد سيفقدها انصار تنظيم الاخوان بعد الاعلان عن اغلاق قناة مصر الان الاخوانية غدا نتيجة ضغوطات من السلطات التركية بحسب تقارير اهلمية القناة التي تبث من اسطنبول انهت قبل يومين بث برامج الهواء وبدأت تبث مواد وبرامج مسجلة تمينا للاغلاق النهائي المنتظر خلال ساعات ارسل رسائل تهديد بقتل المسيحيين والتهديد بتفكيك الجيش كانت دافع وراء الضغط التركي لاغلاق قناة مصر الان بعدما وصل الاخوان الى مرحلة اكثر تطرفا حاليا في مواجهة مصر وهو ما يضع الحكومة التركية في حرج امام العالم باستضافتها قنوات قائمة على التحريد التمويل اللامحدود الذي تحظى به وسائل الاعلام النطقة باسم الاخوان منذ الاطاحة بحكمهم في ثورة الثلاثين من يوليو والتي تعمل من اسطنبول او انقرة يبدو انه توقف وان الفترة المقبلة ستشهد توقف المزيد من قنوات تحريد الاخوانية بالسلامة الى لا رجع مرة اخرى لهذه القناة المحرضة على الارهاب والتخريب واعمال العنف